وشاهدين بفترة الجلوس بالمنزل الناجم عن الحجر الصحي تكتر بعض المشاكل والأمراض بسبب قلة الحركة ويمكن العمود الفقري والمفاصل والهيكل العظمي بشكل خاص هنا من أكثر الأمور العرضة لهذه المشاكل فشو التدابير الممكن اتباعه وكيف ممكن ننتبه لهذه الأساس كل هاي التفاصيل وأكثر لحيخبرنا عننا الدكتور محمد حمامي الاختصاصي بالأمراض العظمية صباح خير دكتور سبا خير سبا خير سبا خير سبا خير كما قلت جودي بالمقدمة على قاعدتنا الطويلة الجهاز العظمي كمان تعب لأنه قلة الحركة تؤدي لأمراض كثيرة شو أهم الأمراض التي تصيب الجهاز العظمي والمفاصل على وجه الخصوص بقلة الحركة؟ نحن عندنا الجهاز اسمه الجهاز العظم الحركي هو المؤلف من عظام الجسم إضافة للعضلات والأربطة والأوتار والغضارف فهذا اسمه الجهاز العظم الحركي مجملاً فنحن بالقاعدة الطويلة أو الجلوس الطويل لفترات طويلة يؤدي إلى بعض الأمراض في هذا الجهاز أهمها بالنسبة للعظام هي ترقق العظام أو الهشاشي العظمي وخاصة أنه بزمن الكورونا التعرض للشم صار نسبته أليلة كمان هذه ممكن تأثر على نسبة الفيتامين دال بالجسم فهذا الموضوع بيؤدي إلى الهشاشي وترقق العظام بالنسبة لموضوع العضلات بيؤدي هذا الموضوع إلى تشنجات بالعضلات وخاصة بالعضلات الظهرية عضلات العمود الرقبي فبتلاقي المرضى على طول متشنجين بالنسبة للمفاصل بيصير خاصة كبار السن اللي بالأساس ما عندن حركة كتير فبصير عندن التهابات أو عندن بدايات للتهابات التنكسية بتزداد هذه الحالات هذه وبصير عندن ألام بالمفاصل وبصير صعوبة بالحركة بالنسبة لهالمرضة دكتور مثل ما حضرتك كنت عم تحكي أنه فيه أشخاص أكثر عرضة للإصابة بمشاكل العمود الفقري أو حتى القطني أو حتى الرقبي ونتيجة العادة الطويلة اللي نحن عم نعادها بالبيت ممكن يمكن كتير من العادات السيئة اللي عم نعملها خلال النهار أو حتى العادات الغلطة اللي عم نعملها ممكن تزيد الأمر السوق شو هي أكثر العادات السيئة الشيوعا يمكن نعملها أثناء جلوسنا فترات طويلة والله للأسف أكثر العادات السيئة اللي صارت تجيب ضرر للإنسان هي التكنولوجيا الكمبيوتر الجلوس أمام الكمبيوتر لفترات طويلة ونحن هلأ كمان بنرجع نقول في زمان الكورونا والحجر المنزلي فهذه زالت استعمالات الجوال أباتي في النطال صح صار وقتنا كله علي هون يعني نحن اللي ما كان يستخدم موبايل صار يستخدم السوشيال ميديا لحتى يعبي وقته بالضبط فهذه كل آياتها عم تخلي الإنسان يقعد بوضعية خاصة ووضعية إنحناء الرأس الشديد فهذه كل آياتها عم تأدي إلى هالإصابات التشنوجية بالعمود الرقبي عم تأدي إلى إنقراصات خاصة اللي هو بالأساس عنده مشاكل بالعمود الرقبي كأنقراص أو إنزلاق بالغضروف أو أي مشكلة بالعمود الرقبي فهل كل آياتها بتزيد هالمشكلة إضافة للقاعدة وراء الكمبيوتر إذا ما كانت قاعدة بشكل متوازن وبشكل صاح فهذه كل آياتها بتأدي إلى مشاكل بالعمود الفقري وخاصة الفقرات القطنية تماماً طب دكتور حتى نتجنب نحن الأخطاء اللي ذكرتها نحن في عنا مشاكل بالعمود الرقبي وفي ناس من قبل معهم شي بيسمون كان مناقير أو أصاص تاني أو تآكل بين الفقرات كيف بدنا نحلها؟ نحن بالبيت فينا نعمل تمارين رياضية معينة فينا نستعين بطوق ولا لأ الطوق فعلاً ما بيؤدي لنتيجة إيجابية نحن الطوق ما بنستعمل للمرضى إلا في حالات خاصة جداً لأنه التثبيت الطويل بالطوق بيؤدي إلى إضعاف العضلات بالعمود الرقبي وإضعاف العضلات هذه بتأدي إلى ضعف وتسلق بحركة الرقبي فهذه العلاج لهذا الموضوع أهم علاج هو هو الرياضة صح أنه ما فيه نوادي ما فيه طلعة ما فيه إمكانه الشخص يروحي على نادي أو كذا بس الرياضة المستمرة المتتابعة بتمرين للعمود الرقبي أو العمود القطني حتى لو ضمن المنزل طبعاً هاي كلاتها بتأدي إلى الفائدي والشغلة اللي بتفيد الإنسان كمان بهالمجال هذا التعرض للشمس ضروري ضروري التعرض للشمس بهالفترات هذه لأنه مثل ما قلت لك أغلبنا ما عن طلع الشمس بهالفترة هذه طب دكتور إكيد حتى دور الغذاء مهم كثير بهذا الموضوع وخاصة للأشخاص اللي عندهم فعلاً آلام شو هي أهم العناصر الغذائية يلي مفروض أنه تكون ضمن نظامنا الغذائي اليومي لحتى خفف من آلام العمود الفقري أو حتى المشاكل بتكون موجودة بين الرقبة والظهر والعمود الفقري بشكل عام؟ طبعاً أهم الأغذية هي المحتوية على مادة الكاليسيوم أو المحتوية على الفيتامين دال مثل الحليب البيض الموز السمك هاي عناصر كتير غذائية جيدة ضمنه وتقريباً بمتناولة جميعية هاي العناصر فهي بتقوي العمود الفقري وبتخلي بمقاومة أكتر لموضوع هشاشة العظام تصل له بهوطن وهشاشة العظام طب دكتور خلينا نروح لموضوع كمان يؤرق الكبار بالسن غير هشاشة العظام ممكن سيدات هنين أكثر عرضة لأله موضوع مفاصل الركبتين يعني بيقولولك غريب أنا ما عم بعمل مجهود عضلي ما عم بعمل مجهود حركي ولكن حاسس إنه الركبتين عم توجعني شو السبب بيكونوا بالقعدة بالبيت؟ هذا هون بيكون هي بالأساس هدول المرضى عندهم استعداد بالأساس لحيصير عندهم الكهاب تنكسي أو بداية الكهاب تنكسي بالمفصلين الركبتين لأنه هن المفصل الركبتين هن مفاصل تحميل الوزن خاصة النساء لأنه النساء أغلب النساء بيكون عندهم مشاكل بموضوع ترقق العظام لأسباب عديدة منها أسباب غدية منها أسباب هرمونية خاصة كبار السم بسبب انقطاع الدورة التمصية كل هالأسباب هذه مجتمعتان بتأدي إلى هالترقق العظمي أو هالضعف حول المفصل إضافة إلى المتقدمين بالسم بيكون عندهم تصلب بالغضاري في نتيجة التنكس اللي حدث فيه نتيجة التعب السابق اللي كان موجود فهي كلها نتيجة انعدام الحركة بتزيد طب دكتور خلينا نقدم ختاماً نصائح لكل الأشخاص اللي عم بيحضرونها لحتى يحافظوا على صحة العمود الفقري وأيضاً نصائح لحتى يقدروا يادوا إذا كان في عندهم فترات جروس طويلة بطريقة صحية منذ ما يسببوا مشاكل أو أدرار للعمود الفقري أول نصيحة التخفيف من استخدام الهاتف المحمول وإذا استخدموا الإنسان يكون بطريقة موضوعة بطريقة رافعة شوية لفوق بحيث أنه ما يتم حاني رأبته والكمبيوتر نفس الشي أنه ما يتم حاني رأبته قدامه يقعد قاعد صحيحة قاعد يجالسي الشغل الثاني النصيحة الثانية أنا اللي بقدر أولى هي موضوع الرياضة أنه يتم ويمارسوا الرياضة لا يوقفوا الرياضة لأنه الرياضة هي بتعطي نشاط للجسم وموضوع النوم أثناء النوم أنه تكون المخدي بحيث أنه تكون العمود الرقبي بشكل متوازن على منتصف الجسم لا يكون بحيث أنه آخذ اليمين أو الشمال أو الخلف أو الأمام بحيث أنه يكون متوازن من شأن أنتم محافظين على صحة العمود الفقري تمام يعني هذه الأمور الفيزيولوجية مهمة جدا لحتى نقي حيكلنا العظمي والمفاصل من الأمراض شكرا كثير لك دكتور يسعد صباحك شكرا كثير دكتور ويسعد لي صباحك صباح خير